الجرائم ضد المدنيين في العراق أصبحت مفضوحة لجميع متابعي المشهد القاصي والداني بات يعرف مرتكب هذه الجرائم فمن جهات مسلحة عشوائية بعد الغزو الأمريكي للعراق إلى ميليشيات منظمة معروفة الولايات والتبعية لكن استفحال جرائم هذه الميليشيات وتسببها بالحرج عند مشغلها وشركائها في العملية السياسية دفعتهم لإيجاد مخرج لها سواء بتميع كل تحقيق بجرائمها أو بنفي الجريمة عنها وإسنادها إلى طرف ثالث لكن الأسوأ من ذلك هو تمكينها من مؤسسات الدولة أكثر فأكثر عبر شرعنتها باعتبارها كيانا رسميا تابعا للدولة أو بفتح الباب لها حتى تتغلغل في الأجهزة الأمنية الرسمية معهد نيولانز الأمريكي في تقريره المطول عن الميليشيات في العراق ذكر فقرة في غاية الخطورة وهي عملية دمج عناصر الميليشيات في أجهزة الأمن والشرطة ومن شأن هذه الخطوة أن تحول الميليشيات من كيان موازن إلى كيان متغلغل داخل أجهزة الدولة وتجعله يتحكم بمفاصلها أو بعبارة أخرى فرض وصاية الميليشيات الكاملة على الخط الأمني والحراك السياسي في العراق عناصر الميليشيات الذين يتغلغلون داخل الأجهزة الأمنية لن يتوقف عن جرائمهم بل سيمارسونها تحت مظلة رسمية وهذا يؤمن لهم الحماية من أي ملاحقة وبنفس الوقت يرفع الحرج عن الحكومة التي شعرت أن العالم صار يدرك عجزها عن كبح جماح هذه الميليشيات وضبط السلاح المنفلت تسهيل عملية دمج عناصر الميليشيات بالأجهزة الأمنية ربما يعد خطوة استباقية لضمان استمرار عمل الميليشيات في حال اتخذت خطوات دولية تؤدي إلى حلها وتفكيك منظومتها وخصوصا أن وجود الميليشيات كجهاز مستقل يدفع إلى عزلة العراق عربيا ودوليا وعلى الصعيد الداخلي لعبت جرائم الميليشيات دورا كبيرا في تأجيج الغضب الشعبي ضد العملية السياسية برمتها